يختار ناخبون الأمريكيون رئيسهم السابع والأربعين بين ديمقراطية كاملة هاريس والجمهورية دونالد ترامب في نهاية حملة زخرت بالعديد من الأحداث وفتحت مركز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي لسحل الولايات المتحدة الشرقية حيث سيصوت ملايين الأشخاص التي تضاف أصواتهم إلى أكثر من ثمانين مليون بطاقة اقتراع تم الإلاء بها في الاقتراع المبكر أو عبر البريد